قالت مصادر مقربة لتنظيم الإخوان الإرهابي لأونلايب أن تنظيم الإخوان الإرهابي لا يزال يقود العمليات الإرهابية على أرض سيناء منذ تصريح محمد البلتاج القيادي الإخواني بأن الإرهاب لن يتوقف في سيناء حتى يعود الإخوان للحكم وهو ما يعكس استمرار تنظيم الإخوان في استهداف رجال الجيش والشرطة وفي محاولة للتنظيم الإرهابي في سيناء من تزييف الحقائق ومحاولة إثارة الرأي العام الخارجي والداخلي خاصة أهالي سيناء من أجل تحقيق مصالحهم وأهدافهم حيث قامت كتائب تنظيم الإخوان الإرهابي الإلكترونية بإعداد حملة تحت مسمى شعب يقتل وأرض تباع من خلال بث الروح السلبية وسط أهالي سيناء من خلال التعليمات التي صدرت للتنظيم بتركيا لأتباع في مصر